ينضم إلينا في الستوديا دكتور أستاذ محمد بن حمو تحية طيب لك أهلا وسهلا إذن بداية أستاذ محمد بن حمو ما تأثير توالي الهجمات في تركيا على الوضع الأمني في أوروبا برأيكم أكيد أن الهجمات التي تتوالى بتركيا الآن تشير إلى أن هذا البلد سيصبح معرضا بشكل أكبر في الآوينة المقبلة على احتمالات هجمات أخرى خاصة أن الضغط هو كبير على داعش في سوريا والعراق ثم تركيا انخرطت سواء في علاقات جديدة مع روسيا بقبولها بالاعتدار حول إسقاط الطائرة الروسية وتعويض وكذلك بدخولها في علاقات جديدة مع إسرائيل وبالتالي هذه العملية سيكون لها تأثير كبير على الوضع الأمني بأوروبا نحن نعلم بأن هناك العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب بسوريا والعراق والعديد منهم الآن يسعى إلى الخروج من مصرحي العملياتاته وهناك أعداد استطاعت أن تلتحق سواء بالشمال بأوروبا أو بالجنوب في اتجاه ليبيا والساحل وبالتالي هناك العديد من الإشارات التي توضح بأن أوروبا ولاحظنا في الأونة الأخيرة أن الأجهزة الأمنية الأوروبية استطاعت في بعض الدول سواء في ألمانيا أو بلجيكا أو في فرنسا أو غيرها من الدول أن تفكك بعض الخلايا وأن تحبي طبعا العمليات أستاذ محمد بن حمو برأيكم في ظل هذا التراجع لتنظيم التولي الإسلامية في العراق والشام كيف تقيمون مسلوى التنسيق الأمني بين تركيا وأوروبا؟ أكيد أن هذا المستوى لم يكن بالشكل المطلوب في أسابق وكانت هناك العديد من الانتقادات التي وجهت لتركيا بخصوص عدم دخولها في تعاون جدي وكان كذلك حديث كبير حول ضبابية الموقف التركي ولكن يبدو أن هناك تحول في الموقف التركي منذ أزيد من سنة الآن وهذا التحول بدأ جليا في الأوين الأخيرة فنحن نعلم بأن تركيا تظل العلبة السوداء بالنسبة للمعلومات الاستخبارات المرتبطة بهؤلاء المقاتلين الإرهابين الأجانب بالعديد منهم إن لم أقل نسبة عالية جدا منهم عبر تركيا وبالتالي السلطات الأمنية التركية لها خزان من المعلومات الاستخباراتية هام جدا ولها كذلك معرفة بعدد هؤلاء وبتوجهاتهم وبنجنسياتهم فبالتالي الغرب والعالم بحاجة إلى هذا التعاون غير أن تركيا كانت لها بعض المواقف التي كانت تسعى من خلالها إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها وبالتالي لم تكن داخلة بشكل واضح في هذه الحرب ضد داعش والآن بعد أن دخلت في هذه المعركة أعتقد بأن هناك تحول وأن هذا التعاون سيكون أكثر جدية وأكثر وضوحا في المرحلة المقبلة أستاذ بن حمو ضمن هذا التحول وضمن تراجع الميداني لداعش هل يمكن ربط تدهور الوضع الأمني في تركيا بتراجع داعش على مستوى العراق والشام ربما عمليات انتقامية؟ أكيد أنها ذليل على أن هناك تراجع ولكن ينبغي فقط أن نشير إلى أن داعش في سوريا والعراق إن كانت قد سيطرت على مجالات ترابية في السنتين الأخيرتين فالمنظور القريب أو المتوسط لم يكن هناك أي تصور لتستمر في هذا الوضع لأنه يعتبر الشاد بالنسبة لتنظيم إرهابي وداعش الآن ستعود إلى طبيعتها كتنظيم إرهابي على شكل التنظيمات السابقة وبالتالي سيكون هناك انتشار للعديد من المقاتلين الإرهابي الأجانب في العديد من المجالات وستسعى إلى نقل ضرباتها الإرهابية إلى بعض الدول ولاحظنا أن ما تم الآن في تركيا هو مؤشر على أنها تستغل الجنسيات التي التحقت بها من الإرهابيين فمن قاموا بعملية مطار إسطنبول هم من آسيا الوسطى من القوقاز بالتحديد وهم ينتمون للمدرسة الشيشانية ونحن نعلم بأن استغلال هذا المد داخل تركيا له كذلك ارتباط بحضور كبير لجاليات من القوقاز في داخل تركيا وأن هناك مجال حاضن لهؤلاء نفس الشيء بالنسبة لأوروبا حيث الاعتماد على بعض مقاتلين الإرهابيين الأجانب من أصول مغاربية ولاحظنا أنه بالنسبة للمغرب وعند إيقاف سلطات الأمنية المغربية للمواطن الشاذي بأنه قد يكون كذلك الاعتماد على بعض المقاتلين الإرهابيين من أصول بجنوب السحراء في منطقتنا فبالتالي نحن في مرحلة ستعرف انتشارا لهذه الخلايا والتنظيمات الصغرى ومحاولة لنقل المعركة سنعود بسؤال دكتور محمول إلى مسألة الانتشار لكن فقط أريد أن أبقى هنا حول نقطة أن تركيا حلحلت علاقاتها الآن مع روسيا وإسرائيل ونلحظ أيضا هناك نوع من التجاذب والانسداد في العلاقات بين تركيا وواشنطن كيف ترون توقيت هذه الحلحل للعلاقات؟ وهل ربما سيكون هناك تنسيق أنه بين تركيا وروسيا ووراءهم حليفة روسيا إسرائيل؟ أكيد أن هذا التنسيق الآن أصبح واردا وقد عبر عن ذلك بوتين بشكل صريح وأكيد أن روسيا الآن ستسعى للعمل كما جاء على لسان الروس مع تركيا في الملف السوري ولكن أعتقد بأن هذه الردة التي كانت في الموقف التركي سواء في مرتبط بروسيا أو مرتبط بإسرائيل تشير إلى أن هناك تصدعات ربما داخل الموقف الداخلي التركي وهناك كذلك ضغوطات كثيرة على تركيا جعلتها أنها لا تتمكن من أن يكون لها نفس الموقف غير الودي مع جميع الأطراف في العودة إلى موضوع انتشار خلايا تنظيمات الإرهابية إلى ما بعد ليبيا وفي منطقة المغرب العربي هناك مصادر تفيد بأن داعش بعد تراجعها الميداني في العراق والشام يضع نصب عينيها مناطق ما بعد ليبيا والمغرب العربي والسحل والصحراء كيف ترون هذا الطرح؟ أكيد نحن تم تسجيل خلال سنتين الأخيرتين أن عدد المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بداعش بلغ 45 ألف إلى 48 ألف مقاتل بالنسبة لهذه السنة فقط عاد منهم إلى ليبيا أزيد من 3500 فبالتالي كل مؤشرة تفيد أن الملجأ المقبل وأن المجال المقبل لداعش سيكون الجنوب الليبي فبالتالي البؤرة وكذلك النقطة السوداء ستكون الجنوب الليبي في اتجاه الساحل والصحراء الخبير في الشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن حمو شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم على المقبل